مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مدرسة علم الحياة والأرض في هذا الفيديو سوف نرى درس الي تعبير خبر الولاياتي تركيب بروتينات ونركزه فقط على المحورين نسخ خبر الولاياتي وعلاقة ايري مصاجي براتم الولاياتي وفيديو تانية اللي سوف نرى فيها الترجمة نبدأ بالمحور الأول اللي هو نسخ خبر الولاياتي نسخ بمعنى أننا كان جزئة أصلية التي سوف تنسخ إلى جزئة جديدة ونحاول الكشف عن أن هناك فعلا نسخ للخبر الولاياتي فنجد إلى دراسة التجربة وفي التجربة كان وضع خلية في وسط اقتياتي في نيكليوتيدات مشعة وتعبر نقاط الصوداء على الإشعاع وعلى أيضا درجة الإشعاع فكاللاحظة في البداية بأن النقاط الصوداء مركزة داخل نواة الخلية بمعنى الإشعاع داخل النواة فقط بينما في الأخير كالقوا بأننا راح تجيد النقاط الصوداء كلها موجودة في السيتو بلازم والنواة أصبحت فارغة من هذا الإشعاع أملك ندرس هذا النقاط الصوداء فكالقواة عبارة عن مكونات لقلنا هي عبارة عن نيكليوتيدات تشكل جزئة آيرين وهذا يؤكد بأن جزئة آيرين خاصة آيرين مساجي أو آيرين الرسول يتم تركيبها داخل النواة وبعد ذلك تنقل نحو سيتو بلازم كما لاحظنا في التجربة السؤال المطروح هي ما هي بنية هذه الجزئة الجديدة آيرين مساجي وما هو دورها وموقع تدخلها في العلاقة التي سبقنا درسناها وهي العلاقة موردة بروتين صيفا لهذا فنحاول أن ندرس بنية آيرين مساجي ونقارنها ببنية جزئة الدين التي نعتبرها هي الجزئة الأم والأصلية فجزئة الدين كمش منها سابقا مكونة من مجموعة من النكليوتيدات وكل نكليوتيد هو بطبيعة الحال مكون من جزئة حمد فسفوري مرتبط بسكر ريبوزي ناقص أكسيجين مرتبط بإحدى القواعد الأزوتية الأربعة إما أدينين أو تيمين أو وانين أو سيتوزين الآن نقارنها بجزئة آيرين المساجي فنجد بأنها أيضا مكونة من نكليوتيدات اللي اعتبرنا هذا نكليوتيد ثم نكليوتيد ثاني إلى غير ذلك فنجد بأن كل نكليوتيد مكون من حمد فسفوري اللي عندنا مرتبط بسكر ريبوزي وهذا عكس سكر ريبوزي ناقص أكسيجين اللي كين عندنا في الأدين وكل مرتبط بإحدى القواعد الأزوتية إما سيتوزين، أدينين، غوانين عندنا اختلاف بسيط وهو عندنا إيراسيل جزئة آيرين المساجي عواضة مدى التيمين لكين جزئة آدين لكن الاختلاف الأساسي وهو كون جزئة آيرين المساجي مشكلة من لولب واحد عواض لولبين وهذا يمكن هذه الجزئة هذه خاصية أساسية تمكن هذه الجزئة من الخروج من نواة الخلية نحو السيتوبلازم عبر المسام الدقيقة لنواة الخلية ثم الآن سنرى كيف ينسخ آدين إلى آيرين المساجي العملية تتم بالشكل التالي عندنا جزئة آدين كما كان عرفوا بأنها مشكلة من لولبين وفاد اللولبين عندنا لولب قابل للنسخ ستعقلوا إلى أنك تكون دائماً في التمرين ولولب ثاني غير قابل للنسخ الذي يحصل وهو أنه يتدخل آيرين بوليميراز في طورين طور الأول وهو أنه يعمل في البداية على افتراق لولبين الأرضين التي تلاحظوها هنا هنا اللولبين مرتبطين هنا في الوسط اللولب أو اللولبين منفاصلين بتدخل آيرين بوليميراز ثم بعد هذا يتدخل أنظيم من جديد في هذه الحالة للربط بين النكليوتيدات الحرة الآتية من الوسط الخارجي يربط بينها فيشكل سلسلة من النكليوتيدات اللي هي ما نسمي جزئة آيرين ميساجي بطبيعة الحال هذا وفق نظام التقابل بين القواعد الأزوتية اللي كانت عددنا على جزئة الآدين أو على اللولب الأصلي لجزئة الآدين واللولب الجديد الذي يمثل جزئة آيرين ميساجي وبطبيعة الحقس نحضره مع حاجة وهي أنه دائما لدينا لدينا لأيراسيل عوضة التيمين ثم في النهاية بعد تشكيل جزئة آيرين ميساجي فإنها تغادر النوات في اتجاه السيتو بلازم الآن بالنسبة لعلاقة آيرين ميساجي بالرمز الوريتي نقول بأن الذي يتحكم في تركيب بروتينات هو جزئة الآدين لكن جزئة آيرين ميساجي ستكون هي الواسط لهذا فإننا نعد مستخلص بكتيري يحتوي على جميع عناصر السيتو بلازم اللازمة لتركيب البروتينات باستثناء مدى جزئة الآدين ونضيف إليه أحمد أميني وبطبيعة جزئات آيرين ميساجي لأننا نريد أن نعرف هنا ما هي العلاقة الآيرين ميساجي بالرمز الوريتي فنأخذ المبيان التالي الذي يلخص هذه التجربة الملاحظ وهو أننا سوف نقوم بحقن آيرين ميساجي في حقنين متتاليين فالحق الأول مدى نلاحظ عندنا انخفاض في كمية آيرين ميساجي نحقن من جديد طبيعي أن ترتفع الكمية وبعدها تنخفض من جديد عكس الأحمد الأمينية فالأحمد الأمينية يتم دمجها داخل البروتينات ولكن لاحظ أنها لا تنخفض دائماً هي في ارتفاع لأنه يحصل لها دمج داخل البروتينات الملاحظ هو مدى فيما انخفضت كمية آيرين ميساجي ما الذي يحصل؟ ترتفع كمية الأحمد الأمينية المدمج وهذاك يخلينا نقول بأنه يستدخل آيرين ميساجي في دمج الأحمد الأمينية داخل البروتينات ثم هذه العملية تمكننا من القول بأن آيرين ميساجي هو الذي يراقب فعلاً عملية تركيب بروتينات التي تتم أن تتم داخل السيتو بلازم الآن بنسبة لتجربة نيرنبرغ وماتيو التي تجعلنا نعرف بالضبط ما هي العلاقة بين آيرين ميساجي والرمز الويراتي فنعد مستخلص خلوي من بكتيريا إشيريشيكولي يتوفر على أنظيمات وريبوزومات لكن بدون ADN وهي الجزء الأصلي واللي قلنا علاج بدون ADN لأنك تبقى عدنا داخل النوات وتركيب بروتينات يتم داخل السيتو بلازم وبدون آيرين ميساجي نقوم بوضع هذا المحتوى الخلوي في درجة حرارة مناسبة لي 37 درجة نحضر عينات مختلفة ونوزعها على أوساط مختلفة هنا سوف نختار في هذه التجربة سلسلة من النكليوتيدات التي تتكون فقط من U, U, U وهي أرسيل 3 مرات ونسمي هذه التلاتي وحدة رمزية هذه الوحدة الرمزية يقابلها حمد أميني خاص وهو الفينيل أو الفينيل آلانين فعندما نقوم بإضافة عديد نكليوتيدات U وهو إصطناعي ثم نضيف أحمد أمينية موسومة بالكربور 14 لأنه موشع ثم نضيف في الحالة الأولى حمد أميني الفالين نجمع الكل داخل الوسط اللي اخترناه سابقا ثم نضع العينات في حاضنة بحضور مجدو بلوس والطاقة إلى غير ذلك الأساسي وهو المساعدة على تركيب البروتين فالنتيجة تكون هي رواسب غير مشعة ثم الحالة الثانية نفشي لغيرنا هو مدى عوض الفالين وضعنا الألانين ونحصل على نفس النتيجة اللي هي رواسب غير مشعة ثم الحالة الثالثة أضفنا الفينيل ألانين فنحصل على نتيجة مختلفة اللي هي رواسب بروتينية مشعة إذن عندنا تكوين بروتين وهو مشعة من نجاب هذا الإشعاع من الأحماض الأمينية المشعة التي وضعنا وهي فقط الفينيل ألانين فهذا كما كان من القول أنه عندما نضيف الفينيل ألانين المشعة فنلاحظ ترصب سلسلة بيبتيدية بروتين مكون من تكرار نفس الحمد الأميني اللي هو الفينيل ألانين وكعتنا سلسلة من الفينيل ألانين متى يحدث هذا؟ فقط في الحالة التي يتواجد بها في الوسط ثم هذا بطبيعة الحال كما كان من الإستنتاج التالي أن الأيرين المساجي يراقب دمج الأحماض الأمينية داخل البروتينات وذلك بفضل طبيعة مكوناته دائما في إطار دراسة العلاقة أيرين المساجي بالرمز الويراتي فجزئة أيرين المساجي نعتبرها وسيطا بين الموردة وتعبيرها لماذا؟ لأن الأدئان لا يمكن الخروج من نوات وإعطانا نسخة من نوع اللي قلنا هي لولاب واحد اللي هو الأيرين المساجي اللي يقدر يخرج لنا إلى السيتو بلازم وفي السيتو بلازم في نعدنا تركيب البروتينات ما هو تركيب بروتينات هو دمج الأحماض الأمينية وذلك وفق نظام التقابل بين التولاتية نيكليوتيدي الموجودة على الأيرين المساجي والتي نسميها وحدات رمزية والأحماض الأمينية الموافقة لها تتم هذه العملية بفعل تواجد ثلاث حروف الحرف الأول يقدر يكون عندنا U أو C أو A أو J الحرف الثاني U C أو A أو J والحرف الثالث نفسه U C أو A أو J فالعملية تتم بالشكل التالي عندنا لكل تولاتي نيكليوتيدي على جزئة أيرين المساجي وما نسميه وحدة رمزية حمض أميني موافق له فحل U U U يوافقه في نيل الألنين لشفناه في تجربة السابقة فحل نخذينا U U A أو C من غير ذلك الذي نلاحظه في كل هذه الجدول هو مجموعة من ملاحظة المهمة أنه لا يمكن لأي وحدة رمزية أن تشير لأكثر من حمض أميني واحد ولكن بالعكس قد يشير لنفس الحمض الأميني أكثر من وحدة رمزية واحدة ملاحظة الثانية وهي الجد مهمة مطلبش منكم تحفظوا هذا الجدول ولكن المطلوب أن نعقلوا على الوحدات الرمزية بدون معنى وهذه أساسية في الترجمة التي سنرىها في الفيديو المقبل أتمنى أن تكون هذا الفيديو فاتكم ونطلقوا في فيديو مقبل